وقت من سقوط نظام بن علي والثورة التي قامت تحت شعارات شغل فرية كرامة وطنية للأسف انقلبت هذه الشعارات إلى وبال على المعطلين على العمل على خرجي الجامعات ازداد نسبة الفقر ازداد نسبة التهميش انتشر الفساد ومافيات الفساد في تودس بشكل مخيف وبالتالي كان هناك حالة من الغضب بدأت التصاعد خاصة مع نهاية السنة التي شهدت تجاهل حقيقي لمطالب ابناء الشعب بالحق في العمل اتفاع نسبة الفقر اتفاع نسبة البطالة غياب دور الحكومة في دعم طبقات الفقيرة في تونس كل هذا أدى إلى حالة احتقان وغضب شعبي كانت واضحة منذ البداية اضف عليها ايضا ان انتشار جائحة كورونا في تونس وعجز الحكومة على اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لهذه الجائحة او على الاقل البحث عن ايجاد من يقوم بتوريد اللقاحات التطعيم الى تونس من اجل حماية يعني واعادة تشغيل حماية الناس واعادة تشغيل الاقتصاد الذي تعطل بشكل كبير ايضا هناك القضية التي يعني اثارت غضبا كبيرا في تونس هو ان رئيس الحكومة قام بتحوير وزاري قام بتغيير صفة حكومتهم من حكومة تكنوكراد الى حكومة خاضعة لتجادبات احذاب سياسية في وقت لم يهتم او لم يكن بتقديم اي رسالة او اعطاء اي طمأنة للشارع بان هناك اهتمام بما يجب